سيناريوهات مفتوحة على جبهة الشمال بين إسرائيل وحزب الله فبعد تقارير أشارت إلى أن إسرائيل على وشك سحب معظم قواتها من قطاع غزة وإعلان هزيمة حماسة بغرض الاتجاه إلى الشمال أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو أن بلاده تستعد لتغيير الوضع الراهن على الحدود مع لبنان وإرسال مزيد من القوات إلى هناك الأسبوع الماضي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش وافق بالفعل على خطط لتنفيذ هجوم واسع على لبنان كما أن تل أبيب أبلغت واشنطن بأنها قد تستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل في حال نشوب حرب شاملة مع حزب الله لكن وبالنظر إلى الواقع وعلى رغم من تخطي قواعد الاشتباك التي أرسيت بعد حرب 2006 بين الطرفين فإن المؤشرات كما يراها محللون تدل على تردد تل أبيب في اتخاذ قرار بمغامرة غير محسومة النتائج في لبنان فقد تمتلك تل أبيب قرار بداية الحرب ولكن نهايتها ومع تشابك خيوطها وأطرافها قد تكون غير معروفة الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة حذر من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يزيد من مخاطر نشوب صراع أوسع تنجر إليه إيران والمسلحون المتحالفون معها في اليمن والعراق وبحسب براون فإن قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن إسرائيل ضد هجمات حزب الله قد تكون محدودة مقارنة بقدرتها على اعتراض الهجوم الصاروخية الذي شنته إيران في إبريل نيسان الماضي والذي تم إحباطه بشكل كبير وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان حزب الله أكد أنه لن يتوقف عن استهداف إسرائيل حتى يتم توصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وأنه مستعد لحرب واسعة بلا قواعد ولا سقف مع إسرائيل ليبقى الأمر حتى الآن محصورا بين حرب لم تنتهي بعد في غزة وأخرى محتملة في الشمال مع حزب الله وانتظار لما ستحمله الأيام المقبلة من أحداث